السلام عليكم ورحمة الله اللهم صلي وسلم وبرك على سيدة محمد عليها افضل الصلاة والسلام ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير انه هذا ان شاء الله طبقنا طبق اقتصالي جدا مين فينا ما بيحبوش عملنا العتس شربت العتس والعتس بالشارية وفتت العتس وحاجة كده حلوة جدا كل حاجة عملناها بتاكرة معينة بتفرق في الطعم جدا اعيز اقولك بقى احلى اكلها فتعمليها في الوقت ده طبعا الجو برد وجو مطر فانسب حاجة يا محشي يا عتس وبما ان المحشي بيوقفنا كتير وحنا بردانين فيبقى العتس حاجة كده منتهي الجميل العتس بالشارية بجد رحته وطعمه حاجة كده وهم وفتت العتس لذيذة جدا وحاجة كده مجبعة جدا وكمان اقتصالي يعني بعشرة جنيه من العتس عملنا كمية ولسه كمان باقي معين لايك بقى وانت بتتابعيني اول حاجة عندي نص كيلو من العتس الكمية ابتاعتك انت حبة كترة حبة تقليلي انا هشتغل بنص كيلو من العتس نص كيلو من العتس احتاج لي نص كيلو من الطماطم حدا هيقوله الطماطم مش كتير انا بحبه احمر شوية الطماطم دير راجع عليك انت عندي باطلا كبيرا البصلة الاحمر ده بصلا كبيرة منقطاعها عندي عشر فصوص من الطوب لو عندك قذر برا حاب بضريفة لو عندك بطاطس لعندك كورسة وحاب بضريفة انتوا وراحتك انا بصراحة قدت بضيفه جزر بس مش همتعفر عندي دلوقتي تمام؟ لكن كوصة بطاطس لأ ما جربتش اضيفه يعني مش حبة الفكرة نزلنا كده بالعطس طبعا عندي شربة يا جماعة شربة لحمة اي شربة عندك لو معنديك الشرب هتشتغل بمكعبي المرأ الشربة عندك اتفل فرزة لو خدت بلكم فاتلك نزلت بالعطس ونزلت بالطماطم والبصل والتوم يعني تعيش مع نفسها كده طبعا حلوة جدا تشايفين الطماطم بتاعت استوات والعطس استوى والبصل وكل حاجة استوات هاستنى على الحلة الحلوة بتاعتي انها هتهدى شوية عشان ابدأ اتعامل اي اقترم يعني هدخلهم والخلاط لو انت الهندبلندا هتشتغل على طول لكن انا استنى اهدى عشان اي الخلاط بتاعي ما يتحدقش ضربتهم كويس جدا جدا في الخلاط وصفتهم كويس جدا لازم يا جماعة تصفيهم لان الطماطم بتبقى عاملة طفل كده وشويب والبصل برضو فعشان تبقى شربة العطس بتاعتك نعمة وحلوة فلازم تصفيهم عندي معلقات تسمنا بلدي على معلقتين من الزيت شوحت معلقة صغيرة من الطم المفهوم اول مرحة الطماططلع كده بتاخد لون حلو انزل بالعطس بتاعي وكده تبقى شربة العطس خلصت معي غلوة بس واول ما تبدأ طفور هي خلاص كده خلصت معي خلي بالك لو هتعمل بشربة الشربة فاتة وابلها ولو مقعبين مرأ هتحاول تزبط الملح بتاعك انا بس كل اللي هضفتوا عندي معلقة صغيرة من الملح نص معلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة من الكموم بس الأكثر ولا أقل عندي بقى معلقة صغيرة من السمن البلدي على معلقة زيت وهبدأ أشوح معلقة صغيرة من الطم بتاخد بس لون حل انا هنا عندي العيش بتاعي طبعا هنعمل فتة عطس حلوة جدا جدا جبنا العيش اللي هو البلدي المدعم قطعناها مقعبات زي كده طبعا المقعبات لك بيه ولا شغالية حلوة كده انك تعافي تغميس بيها يعني فتة عيش الفتة شايفين ده العيش اللي أنا استخدمت يا جمعي عيش الفن المدعم بتاعنا قطعته كده بالمقص بقى بالشكل ده أنا قطعت بس لغفين اتنين طبعا الكيمية بتاعتك انت الطومة حمرة تبقى تحاتها حلوة جدا في السمنة البلدي انزل عليها بقى وقلب العيش بالطومة لو حبت ضيف رشة مالح برشة فلفل اسود على العيش انتوا راحتك بس أنا بالنسبة لي كده حلوة جدا قلبت كده كويس جدا وهدخله من فرن تحت الشواية عشر داية بس ان العيش ياخد لون حلو يتحمص معي أنا عايزة يتحمص جدا جدا عندي معلقة صغيرة من السمنة البلدي على معلقة بردو زيت وهنزل بربعة كبيرة من الشارية طبعا الكمية بتاعتك انت انا هعمل حوالي كبايتين ونص من العدسة على قد طبقين اتغذى بهم فضفت بس رقائي ربع كباية صغيرة من الشارية طبعا هتديها لون حلو لان اخد يبالك لما بتضيف العدسة على الشارية لونها بيفتح خالص خالص فلو هي اصلا من البداية لونها فاتح هتبقى مش حلوة معاك ابدا يعني لو حتى مش لون هيبقى طعم فلازم تدي للشارية لون حلو وتحمصة حلوة كده بعد ما اخدت لون حلو انزل بقى بالعدس بتاعي ربع كيلو من الشارية حوالي كبايتين ونص من العدسة مش اخدها غلوة ولا حاجة جامعة كفاية بس الشارية هتستوي على بخار العدسة طبعا العدسة لسه السخن جنبي بتشربت العدسة الجنبي يا جامعة يدوك بس اخدت غلوة وبدأت طفور خلاص تفيت هي خلاص قلصت معاك طبعا ضفنا طوابل وضفنا كل حاجة والشارية بتاعت كده شربت العدسة بالشارية كده تمام معاك انا دوبك نزلت بالعدسة وطفيت على طول دي خدت غلوة ولا حاجة زي ما واضح العدسة سخنه مش محتاج يستخن تاني او غلوة او حاجة وهي الشارية استوات نيجي هنا بقى كمية زيت حلوة هنحمر البصلة بتاعي العدسة عندي بصلة واحدة بس انا قطعتها جوانح زي كده البصلة نصين وبعدين قطعتها جوانح هديها لون حل شايفين الشارية بتاعتي عايز اقول لكم هنا استوات ولونها حلو وطعمها ورحتها حاجة كده تفتح النفس الكمية اللي تبقت عندي انا بفضيها كده في قصر اللي عندي في التلاجة يعني يوم برد او يوم كده او يوم كسر عن الطبيق فاقم احنطلع ايه يعني كبشتين كده على شوية شارية وحمرهم على شوية فتة وعملهم تبقى حلوة جدا دي بعملها طول الشرق يا جماعة كلما يعني العدس يخلص اسوي نص كيلو من العدس واشله في التلاج كلما نفسه تحفيني عليه اولاء الجو فعلا مستاهل عصق اما همطلع من التلاجة وعمل على طول يبقى على قد ايه انكتحمل شوية الشارية وشوية العش وتكلي على طول الفهم طبعا البصل بتاعنا اول ما زيت ساخن معي جدا نزلت بيه وهيبدأ اياخد لون حلو اديله كده لون حلو يبقى مانا مشو يبقى جميل معي زي ما شايفين نصف فيه كويس من الزيت ونبدأ نغريف الطبق بتاعنا شايفين العش بتاعي حلو جدا عايز اقول بقرحة الثونة فيه والزبدة او السمنة البلدي حلوة جدا 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 خطيرة والطحميص بتاعته هيدا ضفنا عليه الرز الابيض اللي هو الرز المصي المطبخ بالطرقة العادية خالص رز مسلوق على العيش اه انا ما بلايينش العيش يا جماعة حتى لو تلاحظوا فتت اللحم بتاعتي انا مش بلايين العيش الرز معي سخن جدا فنزلت بيه على العيش وبعدين اسأسأو كده ايه بالعادس دي شربة العادس العادية تمام وبعدين حطنا عيش كده وبصل على الوش وحاجة كده تفتح النفس مين بقى ما بيحبش الاكلة دي عملنا شربة العادية وعملنا شربة العادس بالشهرية وعملنا فتة العادس والعيش كمان اللي يتغمص بيها فحاجة كده تجنن مفيش اكتر من بصلة عملنا عليها لمونة بخلي ورشة ملح فحلو جدا جدا اعيز اقول لك البصل الاحمر كمان مع الاكلة دي احلى من البصل الاخضر مع المخلل بجد وعيش حياتك طبق حلو جدا ويدف جدا كفاية بس رحته في البيت دفل وحتل شايفين الجمال بجد الطبق يفتح النفس والعيش بقى وتغمسه وحاجة كده يعني ياسد ياسد على الجمال بجد طبعا اسفع الصوت يا جماعة بس الخبطة ده جام بنا رأيكم دا كان فيديو النهاردة لو فيديو النهاردة عقبكم ما تنسونيش لايك واشتراك بالقناة استردعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته